الصورة الأولى من صور هذا الألبوم التأريخي شافعية الطوسي هناك مجموعة من المعطيات تشير إلى هذه الحقيقة لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة هل هو من عائلة شافعية أم هو من عائلة شيعية لكن بسبب دراسته للثقافة الشافعية صار شافعيا بالنسبة لي من خلال القرائن المتوفرة بين يدي أعتقد أن الطوسية من عائلة شيعية لكنه نشأ في بيئة شافعية فصار شافعية العقل شافعية الهوى شافعية الإدراك شافعية الثقافة ولذا فإن مذهبه في الحقيقة هو مذهب متفرع عن المذهب الشافعي في ثقافته وفي دراسته وفي فقهه لكنه في العقائد صنع عقائده خليطاً من بين الأشاعرة والمعتزلة وصوت المعتزلة أقوى وهذا هو حال مراجع الشيعة في تلك الفترة المفيد معتزلي أما المعتزلي الأصيل فهو المرتضى الشريف المرتضى معتزلي أصيل أنا حينما أقول إنه معتزلي أصيل لا أقول من أنه كان فرداً رسمياً في الفرق الاعتزالية إنما أتحدث عن تأثره العميق وعن تمسكه الواضح بمنطقهم من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر النتيجة هي التي ستشخص الأمر أكان شاعراً بما هو عليه أم لم يكن على أي حال لست مهتماً هنا بالحديث عن المرتضى لأنني سأعود إليه في صورة أخرى من صور هذا الألبوم حينما أحدثكم عن عباسية الشيخ الطوسي لكنني الآن في هذه الصورة أحدثكم عن شافعية الطوسي مجموعة نقاط أضعها في هذه الصورة النقطة الأولى كتبه كتب الطوسي وآراؤه ومعتقداته كلها تشير إلى أن الطوسية شافعي الهوى شافعي المنطق والفهم صحيح أنه شيعي لكننا إذا أردنا أن نرفع هذا الغشاء الرقيقة الذي هو غشاء شيعي فإن حقيقة الرجل ستظهر واضحة إنه شافعي العلم في الصغر كالنقش في الحجر منذ نعومة أظفاره وهو غاطس في الثقافة الشافعية ولد سنة ثلاثمية أو خمسة وثمانين للهجرة ووصل إلى بغداد سنة أربعمية وثمانية للهجرة في الثالثة والعشرين من عمره ثلاثمية وثمانية فكل العمر الذي تقدم قبل سنة أربعمية وثمانية للهجرة كان غاطسا إلى أم رأسه في الثقافة الشافعية وحتى بعد أن جاء إلى بغداد بقي متواصلا مع الشوافع وبقي يدرس عندهم فكتب الطوسي وآراؤه ومعتقداته وقد عردت الكثير منها بين عيديكم كلها تشير إلى تأثره الواضح والشديد بالثقافة الشافعية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية تؤيد النقطة الأولى ما تحدث عنه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر وقد حدثتكم عن الكتاب ومؤلفه وقرأت عليكم جانبا مما جاء فيه الطوسي غاطس وغاطس وغاطس وقد تحدث ابن إدريس عن غاطسية الطوسي في فقه الشافعي وبقية المخالف وعرض الكثير من الأمثلة في كتابه السرائر ولم يكذبه أحد وما تحدث به كان مصيبا مع أن الرجل بحسب اعتقادي هو من أتباع الطوسي ومن معتنقي المذهب الطوسي وهذا واضح في الكتاب نفسه أتحدث عن كتاب السرائر ويضاف إلى كتاب السرائر هذا ما كتبه الأخباريون وهم يناقشون الطوسي في الكثير من المسائل هناك مجموعة من كتب المدرسة الأخبارية يناقشون فيها آراء الطوسي ومتبنيات الطوسي ويخرجون بنتيجة واضحة من أن الطوسية تأثر بالشافعي وتأثر بالمخالفين هذا ما هو بسر يخفى نعم قد يجهله المعممون في حوزة النجفي وكربلاء لأنهم أغبياء هناك غباء واضح عند معممي النجفي وكربلاء قد يجهلون هذه الحقائق لكن لو فعلوا كالذي فعلته أن رجعوا إلى كتبه ومحصوها ودققوا فيها ومحصوا آراءه ومعتقداته لوصلوا إلى النتيجة التي وصلت إليها وأضافوا إلى ذلك ما قاله الآخرون ما قاله ابن إدريس وما قاله العديد من الأخباريين النقطة الثالثة أساتذة الطوسي الطوسي لم يتحدث كثيراً عن بداياته ولم يتحدث عن حياته وسيرته أيام كان في خراسان فنحن لا نعرف الكثير من التفاصيل عن تلك المرحلة من حياته ما بين سطور كتبه تظهر بعض الحقائق هذا كتاب الفهرست للطوسي وهذه طبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة قموا المقدسة في الصفحة السابعة والسبعين بعد المائتين من كتاب فهرست الطوسي رقم الترجمة 876 أبو منصور الصرام من جملة المتكلمين من جملة المتكلمين يعني من علماء الكلام من علماء العقيدة بحسب ذوق مخالفي العترة الطاهرة أبو منصور الصرام من جملة المتكلمين من أهل نيسابور وكان رئيسا مقدما عند من عند المخالفين الكتاب أساسا ألفه الطوسي الفهرست كي يذكر أسماء المؤلفين من الشيعة وهو يورد هنا شخصية ليست شيعية ولا علاقة لها بالتشيع لماذا؟ لأنه قد تأثر به ودرس كتبه حينما كان في خراسان رقم الترجمة 876 أبو منصور الصرام من جملة المتكلمين من أهل نيسابور نيسابور نيشابور وكان رئيسا مقدما وله كتب كثيرة منها كتاب في الأصول في الأصول في أصول المعتقدات في علم الكلام منها كتاب في الأصول من هنا جاءنا بمنظومة أصول الدين الخمسة منها كتاب في الأصول سماه بيان الدين وكتاب في إبطال القياس وكتاب تفسير القرآن كبير حسن قرأت على أبي حازم النيشابور أكثر كتاب بيان الدين بيان الدين كتاب في العقائد لأبي منصور الصرام وهو من علماء النواصب وتلاحظون كيف يمجد بكتبه مع أن الكتاب أتحدث عن كتاب الفهرست في مقام الإيجاز إنه قائمة لذكر المؤلفين والكتب من دون التوغل في التفاصيل أبو منصور الصرام من جملة المتكلمين من أهل نيسابور وكان رئيسا مقدما وله كتب كثيرة منها كتاب في الأصول سماه بيان الدين وكتاب في إبطال القياس وكتاب تفسير القرآن كبير حسن قرأت على أبي حازم النيشابوري أكثر كتاب بيان الدين وكان قد قرأه عليه وأبو حازم النيشابوري من علماء الشوافع في خراسان أبو حازم أبو حازم النيشابوري هو عمر ابن أحمد الأشعري الشافعي عقيدته أشعرية على مسلك الأشاعر وفقه شافعي هذا هو أبو حازم النيشابوري تتلمذ عند أبي منصور الصرام هؤلاء هم أساتذة الطوس حينما كان في خراسان قرأت على أبي حازم النيشابوري أكثر كتاب بيان الدين وكان قد قرأه عليه رأيت ابنه أبو القاسم هذا ابن من هذا ابن الصرام رأيت ابنه أبو القاسم وكان فقيها وسبطه سبط من هذا حفيد من السبط هو الحفيد من جهة البنت فلا يقال للحفيد من جهة الولد من أنه سبط يقال للحفيد من جهة البنت يقال له حفيد ويقال له سبط ولذا نقول عن الحسن والحسين صلوات الله عليهما من أنهما سبط رسول الله لأنهما لأنهما أبناء بنته فاطمة صلوات على فاطمة وآل فاطمة رأيت ابنه أبو القاسم وكان فقيها وسبطه أبو الحسن وكان من أهل العلم هو على علاقة تفصيلية بهؤلاء قلت لكم هذا الكتاب ما هو بكتاب تأريخ كتاب الفهرست كتاب لذكر أسماء المؤلفين وأسماء كتبهم فقط من دون شرح ومن دون تفصيل ومع ذلك يظهر لنا من كلام الطوسي أنه كان على علاقة وثيقة بهؤلاء على مستوى الأشخاص وعلى مستوى الثقافة والدراسة والكتب قرأت على أبي حازم وقلت لكم أبو حازم النيشابوري هو عمر بن أحمد الأشعري الشافعي توفي سنة 417 للهجرة مثال آخر من الفهرست صفحة 237 رقم الترجمة 710 إنه يترجم هنا الطوسي للشيخ الصدوق محمد ابن علي ابن بابويه القمي الصدوق لا شأن لنا بالصدوق لكن طوسي في نهاية ترجمته للصدوق يشير إلى مجموعة من الرواة أخذ أخذ الرواية من خلالهم عن الصدوق حيث يقول حيث يقول أخبرنا بجميع كتبه بجميع كتب الصدوق ورواياته جماعة من أصحابنا من أصحابنا يعني من الشيعة منهم الشيخ المفيد والحسين ابن عبيد الله وأبو الحسين جعفر ابن الحسني ابن حسكة القمي هذه الأسماء شيعية لكن الإسم التالي ما هو بشيعي إنه من رموز المخالفين من رموز النواصب وأبو زكريا محمد ابن سليمان الحمراني هؤلاء أخبروا الطوسي بكتب وروايات الصدوق فهو يروي عن الصدوق من خلال راوية ناصبي مخالف إنه أبو زكريا محمد ابن سليمان الحمراني هذه نماذج قلت لكم من أن الطوسية لم يتحدث عن سابق تأريخه هذا أنموذج من كتاب من كتب الطوسي الجزء مية وأربعة من بحار الأنوار للمجلس الطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان بداية من الصفحة الستين وانتهاء بالصفحة السابعة والثلاثين بعد المئة هذه الإجازة الإجازة الكبرى للعلامة الحل إجازة معروفة بين علماء الشيعة التي تسمى بالإجازة الكبرى أو تسمى بإجازة العلامة الحل للسادات من بني زهرة في الشام في حلب أجازهم إجازة مفصلة والمراد من الإجازة أنه يذكر فيها أسماء أساتذته وأسماء مشايخه وأسماء الكتب التي رواها عنهم ويجيز الذين يجيزهم في الإجازة بأن ينقل هذا عنه من خلاله امتدادا إلى مشايخه ومشايخ مشايخه صفحة 136 يذكر العلامة الحل مجموعة من أسماء أساتذة الطوسي لأنه ينقل من الطوسي عبرهم العلامة الحل أيضا وهم كلهم من المخالفين هكذا يقول العلامة الحل وأجزت لهم للسادة الحسينيين من بني زهرة في حلب في الشام وأجزت لهم أدام الله أيامهم أن يروع عني عن والدي والسيد رضي الدين وجمال الدين ابني موسى ابن طاوس عن السيد صفي الدين محمد ابن معد الموسوي عن مشايخه المذكورين في هذه الإجازة متصلا عن الشيخ أبي جعفر الطوسي إنه شيخ الطائفة عن الشيخ أبي جعفر الطوسي جميع ما يرويه عن رجال العام منهم منهم العلامة الحل هنا لا يذكر كل مشايخ الطوسي من العام من المخالفين وإنما يذكر مجموعة من هؤلاء منهم أبو الحسين ابن بشران المعدل وأبو الفتح ابن أبي الفوارس الحافظ ومحمد ابن محمد ابن مخلت وهلال ابن محمد الجبار وأبو علي ابن شاذان المتكل وأبو محمد ابن فحام ابن السرمرائي ومن رجال الكوفة من المخالفين من النواصب من مشايخ الطوسي ومن رجال الكوفة أبو الحسين ابن خشيش والمقرئ والقاضي أبو القاسم التنوخي والقاضي أبو الطيب الطبري الجوزي وأبو عامر ابن المهدي روا عن ابن عقدة وكذلك أحمد ابن محمد ابن الصلت الأهوازي روا أيضا عن ابن عقدة هذه مجموعة من أسماء مشايخ الطوسي وأغلبهم من الشوافع أغلبهم من الشوافع بعضهم أحناف لكن الأغلب في هذه الأسماء من الشوافع هذه أمثلة نماذج أنا لست في مقام الاستقصاء فضلا عن أننا لا نعرف كل شيء عن بدايات الطوسي ولا نعرف كل مشايخ الطوسي حينما كان في خراسان وحتى حينما جاء إلى بغداد نحن لا نعرف الجميع وإنما نعرف بعض الأسماء من خلال التحقيق في كتبه أو من خلال ما ذكره العلامة الحل وما ذكره غير العلامة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر بلا خلق يسري إلا في محبت هؤلاء الخمسة الذين ومتت الكسام فقال العميل جبراهيل يا رب ومتت الكسام فقال عز وجل هم اهل بيت نبوه هم هم دموه رساله هم فاطمت وابونا وبعدوها وبعدوها فقال جبراهيل يا رب هتله لیرانه بتلاله لکون ما هم سادسان فقال الله ونعم قد من طلق فهبت الامیل جبراهيل وقال السلام عليك يا رسول الله هلالی ونعلا یبروك السلام ویخص كم تیت ونکرام ویبول كم عزتی و جلالی اینی با خلق تسمایم مبنیم بلا اردم مدهیم بلا دمرم و نیرام بلا شمسم مدیمم بلا فلکا یدور بلا بهر یجری بلا فلکا یسری الا لجن کم و محمت کم اذن النقطة الاولى كتبه وآراؤه التي تخبرنا عن شافعيته النقطة الثانية ما تحدث به بعض علماء الشیعا ممن تتبع كتبه كابن ادريس الحل ومن تتبع كتبه من علماء المدرسة الاخبارية النقطة الثالثة اساتذته مشايخه فاننا نعرف مجموعة من مشايخه الاغلب من الشوافع الباقون من الاحناف وغيرهم النقطة الرابعة ماذا يقول الشوافع انفسهم عن الطوس هذا الكتاب الذي بين يدي سير سير اعلام النبلاء لمن لشمس الدين محمد الذهبي وهو من ائمة الشوافع من علماء الشوافع سير اعلام النبلاء الطبعة طبعة مؤسسة الرسالة وهذا هو الجزء الثامن عشر وذهبي متوفى سنة سبعمية وثمانية واربعين للهجرة في الجزء الثامن عشر صفحة ثلاثمية واربعة وثلاثين رقم الترجمة مية وخمسة وخمسين ابو جعفر الطوسي شيخ الشيعة وصاحب التصانيف ابو جعفر محمد ابن الحسني ابن علي الطوسي قدم بغداد قدم بغداد لأنه جاء من خراسة وتفقها أولا للشافعي تفقها أولا للشافعي حينما كان في خراسة وحتى حينما جاء إلى بغداد قدم بغداد وتفقها أولا للشافعي ثم أخذ الكلام وأصول القوم عن الشيخ المفيد رأس الإمامية يستمر في كلامه ويقول من أن كتبه أحرقت واستترى لماذا؟ لما ظهر عنه من التنقص بالسلف من أن الطوسية كان يتنقص بالصحابة هذا هو الذي يريد أن يقول وبغض النظر عن صدق هذه المعلومة أو عدم صدقها بالنتيجة الطوسي شيعي لكنه تأثر بالثقافة الشافعية بنحو شديد وأكيد فمثل ما يقول الذهب في سير أعلام النبلاء من أن الطوسي تفقها أولا للشافعي وفي كتابه الثاني أيضا الذهب تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام الذهب كما قلت لكم متوفى سنة سبعمية وثمانية وأربعين للهجرة دار الغرب الإسلامي هذه طبعة طبعة دار الغرب الإسلامي بتحقيق بشار عوات معروف في الجزء العاشر من تأريخ الإسلام للذهب للذهب صفحة مية واثنين وعشرين رقم الترجمة ميتين وخمسة وستين محمد ابن الحسن ابن علي أبو جعفر الطوسي شيخ الشيعة وعالمهم توفي بالمشهد المبارك مشهد أمير المؤمنين رضي الله عنه في المحرم إلى أن يقول قدم بغداد وتعين وتعين صار شخصا معروفا مميزا قدم بغداد وتعين وتفقها للشافعي ولزم الشيخ المفيد مدة فتحول رافضيا لأنه جاء من خراسان جاء شافعيا الشوافع يقولون أصله شافعي لكن لكن القرائن المتوفرة لدينا تقول من أن أصله شيعي لكنه درس عند الشوافع وصار شافعيا صار مشبعا بالفكر الشافعي هؤلاء لا يقولون هذا الكلام جزافا لماذا لم يقولوا هذا الكلام عن الصدوق مثلا لماذا لم يقولوا هذا الكلام عن المفيد مثلا لماذا لم يقولوا هذا الكلام عن المرتضى مثلا وعن غير أولئك لأن الرجل مشبع بالمذهب الشافعي الكتاب الثالث أيضا من كتب الشوافع الوافعي الوافعي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي الشامي هو أيضا من علماء الشوافع الصفدي متوفى سنة سبعمية وأربعة وستين وهذا هو الجزء الثاني من كتابه الوافي بالوفيات هذه الطبعة الأولى الفين ميلادي دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة ميتين واثمانية وخمسين رقم الترجمة اثمانمية ودعش الطوسي الشيعي إلى أن يقول أرى الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب سأذهب إلى الكلمات وإلى العبارات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالذي أنا في قدم بغداد وتعين صار شخصا معروفا صار تعين صار شخصا معروفا مميزا وتفقها للشافعي ولزم الشيخ المفيد فتحول رافضيا فهو في الأساس شافعي هكذا يقول الذهب وهكذا يقول الصفد في الوافي بالوفيات الكتاب الرابع طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي المتوفى سنة سبعمية واحد وسبعين للهجرة وهو من علماء الشوافع المعروفين أيضا هؤلاء كلهم شوافع محمد الذهبي شافعي معروف صلاح الدين الصفدي شافعي معروف تاج الدين السبكي شافعي معروف وهذا كتاب مشهور طبقات الشافعية الكبرى إنه الجزء الرابع بتحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي صفحة مية وستة وعشرين رقم الترجمة ثلاثمية وخمسطعش محمد ابن الحسن إنه أطوسي فقيه الشيعة ومصنفهم كان ينتمي إلى مذهب الشافعي له تفسير القرآن قدم بغداد وتفقه على مذهب الشافعي وقرأ الأصول والكلام على أبي عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان المعروف بالمفيد فقيه الإمامية إذن السبك هكذا يقول الطوسي كان ينتمي إلى مذهب الشافعي قدم بغداد وتفقه على مذهب الشافعي هؤلاء لا يقولون كلامهم جزافا من أصله قد لا نتفق معهم في أن الطوسية كان شافعيا من البداية من أصله الأسر لكننا نتفق معهم في أن الطوسية كان شافعيا الهوى كان شافعيا الفكر وهذا واضح في كتبه وواضح للذين حققوا في كتبه من أمثال ابن إدريس الحلي وغيره وهذا كتاب خامس العقد المذهب في طبقات حملة المذهب يتحدث عن المذهب الشافعي فمؤلفه سراج الدين آل أندلسي التكروري الشافعي متوفى سنة 804 للهجرة العقد المذهب في طبقات حملة المذهب مر علينا قبل قليل طبقات الشافعية فالسبك لا يذكر في كتابه من أبناء المذاهب الأخرى وكذا هنا هذا الأندلسي التكروري الشافعي لا يذكر في كتابه غير الشوافع العقد المذهب في طبقات حملة المذهب هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان صفحة 253 رقم الترجمة 870 محمد بن الحسن الطوسي فقيه الشيعة ومصنفهم تفقها على مذهب الشافعي وقرأ الأصول والكلام على أبي عبد الله المفيد فقيه الإمامية تفقها على مذهب الشافعي طبقات المفسرين لمن لجلال الدين السيوطي وهو من أئمة الشوافع شافعي أيضا متوفى سنة تسعمية وإهدعش للهجرة هذه الطبعة طبعة مكتبة وهبة القاهرة مصر بتحقيق علي محمد عمر إنها الطبعة الأولى 1976 ميلادي في الصفحة الثالثة والتسعين إنها الترجمة الحادية والتسعون محمد ابن الحسن إلى آخره الطوس شيخ الشيعة وعالمهم إلى أن يقول قدم بغداد وتفنن وتفقها للشافعي تفنن تخصص التفنن في تعابير المتقدمين يعني التخصص في زماننا قدم بغداد وتفنن وتخصص وتفقها للشافعي وتفنن وتفقها للشافعي ولزم الشيخ المفيد مدة فتحول رافضية فهو في العصل شافعي هكذا يقول قدم بغداد وتفنن وتفقها للشافعي ولزم الشيخ المفيد مدة فتحول رافضية كتاب آخر طبقات المفسرين طبقات المفسرين لشمس الدين الداودي متوفى سنة تسعمية وخمسة واربعين للهجرة هذا مالكي المذهب من المذهب المالكي الجزء الثاني من طبعة دار الكتب العلمية إنها الطبعة الأولى الف وتسعمية وثلاثة وثمانين ميلادي في الصفحة الثلاثين بعد المئة رقم الترجمة أربعمية وستة وسبعين محمد ابن الحسن الطوسي فقيه الشيعة مصنفهم كان ينتمي إلى مذهب الشافعي له مصنفات إلى أن يقول قدم بغداد وتفقها على مذهب الشافعي وقرأ الأصول والكلام على المفيد فقيه الإمامية إذن كان ينتمي إلى مذهب الشافعي بحسب هذا المالكي إنه مالكي المذهب قدم بغداد وتفقها على مذهب الشافعي وكتاب آخر طبقات المفسرين لأحمد ابن محمد الأدنوي من علماء القرن الحادي عشر هذه طبعة مكتبة العلوم والحكم في المدينة المنورة الطبعة الأولى ألف وتسعمية وسبعة وتسعين ميلادي صفحة مية وأربعة وعشرين رقم الترجمة مية واثنين وستين محمد ابن الحسن الطوسي شيخ الشيعة وعالمهم إلى أن يقول في صفحة مية وخمسة وعشرين قدم بغداد وتفنن تخصص وتفقها للشافعي ولزم الشيخ المفيد مدة فتحول رافضية بحسب معلوماتنا فإنه بقي مع المفيد خمسة سنوات من سنة أربعمية وثمانية للهجرة إلى سنة أربعمية وثلاث عش للهجرة حيث توفي الشيخ المفيد وكتاب آخر إنه من الكتب المعاصرة معجم المؤلفين للمؤرخ السوري عمر رضاك حالة عمر رضاك حالة توفي سنة ألف وتسعمية وسبعة وثمانين ميلادي هذه طبعة مكتبة المثنى وكذلك طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان إنه الجزء التاسع من معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة في الصفحة الثانية بعد المائتين في ترجمة محمد الطوسي محمد ابن الحسني ابن علي الطوسي أبو جعفر فقيه أصولي مجتهد متكلم محدث مفسر ولد بطوس في رمضان وهاجر إلى العراق فهبط بغداد وتفقه أولا بالفقه الشافعي ثم أخذ الكلام والأصول عن الشيخ المفيد رأس الإمامية رجاء اعرضوا لنا صور هذه الكتب بالتسلسل اعرضوا لنا الكتاب الأول هذا هو سير أعلام النبلاء للذهب اعرضوا لنا الكتاب الذي من بعده وهذا هو تأريخ الإسلام أيضا للذهب الذي يليه هذا هو الوافي بالوفيات للصفدي لصلاح الدين الصفدي الذي يليه طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي الذي يليه هذا هو العقد المذهب الذي يليه طبقات المفسرين للسيوطي لجلال الدين السيوطي الذي يليه طبقات المفسرين للأندلسي التكروري المالك الذي يليه طبقات المفسرين للأدنوي الذي يليه معجم المؤلفين لعمر رضاك حالة رجاء اعرضوا لنا صورة عمر رضاك حالة هذا هو عمر رضاك حالة المؤرخ السوري المعروف الذي توفي سنة 1987 أو سبعة واثمانين هذه كتب القوم وهذا العرض ما هو بعرض بحد الاستقصاء هذه انثلة ونماذج من كتب الشوافع وغيرهم التي تخبرنا عن ان الطوسية كان شافعيا وتفقها وتخصص في الفقه الشافعي قبل ان يلتحق بالمفيد بقي على اتصال بالشوافع حتى بعد ان قدم الى بغداد هذه حقائق هذا الكلام لا يمكن ان يقال من دون معطيات ومقدمات كتب الطوسي تخبر عن هذا الذين تتبعوا كتبه وصلوا الى هذه النتيجة اسماء اساتذته الذين تعلم عندهم منذ نعومة اضفاره الاعم الاغلب من الشوافع وها هي مكتبة الشوافع تحدثنا عن شافعية الطوسي لماذا لم يتحدث عن غيره لان الرجل شافعي فعلا انا لا اعبأ ان تكون اسرته شافعية او انها لم تكن انا اعبأ بعقله انا اعبأ بمعتقداته انا اعبأ بطريقة تفسيره للقرآن انا اعبأ بطريقة تعامله مع حديث العترة الطاهرة انا اعبأ بطريقة استنباطه للفتاوى والاحكام انا اعبأ بكل هذا لا شأن لي بابيه وامه لا شأن لي باسرته هل هي شيعية ام لم تكن قلت لكم قبل قليل من ان القرائن المتوفرة عندي هو من عائلة شيعية لكن انا لا اهتم بهذا اكان من عائلة شيعية ام لم يكن قيمة الانسان مثل ما يقول امير المؤمنين قيمته فيما يحسنه قيمة كل امرئ ما يحسنه ما يحسنه من علم وفهم وادب ودراية نحن نتحدث في الدين ما يحسنه من المعتقد وما يحسنه من معارف القرآن وما يحسنه من معارف العترة وثقافتهم وحديثهم انه ميزانهم اعرف منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عن وفهمهم منا اعتقد ان صورة صارت واضحة وتجلت بنحو بين جدا نذهب الى فاصل ترجمة نانسي قنقر